موسيقى 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 السلام وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد الفيديو التالت من سلسلة Power Query المتقدمة الفيديو APQ03 النهاردة هنتكلم على دوال الجداول او table functions ودي بعض دوال الام code النهاردة هنتكلم على الام code والtable functions هنستخدم الtable functions في مثال عملي مطلوب ان هنعمل data transformation ولكن في الواقع نفس transformation ده تقدر تعمله عن طريق الانترفيس او عن طريق Power Query Editor ولكن المشكلة هتواجهك لو استخدمت Power Query Editor انت محتاج تعمل transformation ده في اكتر من جدول في نفس الوقت بمعنى ان انا حيكون عندي في المثال excel workbook جوا مجموعة من الworksheets وكل واحدة فيهم جواها جدول وعايز انفذ transformation ده على كل الجداول في وقت واحد وهنشوف ازاي ان انا لو استخدمت الانترفيس حيخليني اضطر اعيد الخطوات اكتر من مرة وبالتالي الحل الامثل اني استخدم الام code وهنشوف ازاي مع بعض في المثال العملي وقبل ما نروح للمثال العملي حبيت افكرك ان الفيديو ده هيكون متاح لمدة سبع ايام للمنتسبين او لأعضاء القناة وبعد كده هيكون متاح لبقية المشتركين وفي الدسكريبشن تحت هتلاقي لينك لفيديو الفيديو ده هيشرح لك ايها مميزات العضوية او الانتساب للقناة فممكن تبص عليه يمكن موضوع يعجبك وتقرر تكون احد المنتسبين او الاعضاء ويلا بينا بسرعة نروح نبص على المثال العملي مع بعض ده الاكسل وركبوك اللي هنشتغل عليه اللي موجود فيه الجداول اللي احنا عايزين نعمل فيه عملية التحويل وزي ما انت شايف موجود اربع جداول جدول لكل شهر جانيوري فبريوري مارش وابريل ولو بصيت كده حضرتك على الديتا الموجودة هي عبارة عن مصروفات التشغيل لكل شهر فهتلاقي في البداية الاكاونت نمبر وهتلاقي بعد كده اسم الحساب وبعد كده هتلاقي كل كوست سنتر عندي حوالي خمسة كوست سنتر ويهي تحت كل كوست سنتر موجود الامونتس الخاصة بكل حساب من الحسابات والمطلوب طبعا انا جمعهم كلهم في تيبل واحد اضمهم كلهم مع بعض تحت بعض عملهم ابند جوه الباور كويري علشان اقدر احطهم في بيوت تيبل واشتغل عليهم المشاكل اللي ممكن تواجهني في الديتا نفسها زي ما حراك شايف اول حاجة انه الجدول مش بدء من الاول زي ما انت شايف هنا فيه حوالي اربع سطور فاضين هما مش فاضين تماما اول سطر فاضي خالص ولكن بعد كده عندي معلومتين والمعلومتين دول مهمين جدا لانه مش موجودين في اي مكان في الجدول معلومة السنة هنا عشرين واحد وعشرين ومعلومة الشهر اللي هو شهر يناير وطبعا بعد كده فيه سطر فاضي فانا محتاج حاجتين اول حاجة اتخلص من السطور دي علشان ابدأ الجدول من هنا ولكن في نفس الوقت محتاج المعلومات دي تخش جوه الجدول عشان قدر استخدمها بعد كده وانا بعمل التقارير المشكلة التانية هتواجهني ان زي ما انت شايف اللي هنا فيه عملية ميرج معمولة يعني هنا فيه ميرج للتو سيلز دول وهنا كمان فيه ميرج بالعرض زي ما انت شايف في الكوست سنتر ولو دققت شوية هتلاقي الهيدر نفسه موجود على سطرين او موجود على تو لاينز اللي هما خمسة وستة وطبعا دي برضو هتكون مشكلة لما اخده على الباور كويري وعشان اعمل نفس الكلام في كل الشيتز نفس الكلام بصا على فبراير نفس الكلام روح مارس نفس الكلام عشان اعمل الكلام ده في كل التابل في نفس الوقت الحل الامثل اني ابدأ استخدم بعض دوال الام كود اللي هي دوال التابل او التابل فونكشنز وتعالى نشوف اسامي الدوال اللي هنستخدمها في القصة دي علشان نقدر نعمل تنسفورميشن المطلوب للديتا علشان نقدر نعمل تحويل البيانات المطلوبة للجدول اللي شفناها او لمجموعة الجدول اللي شفناها هنستخدم سبع دوال من دوال الام كود وكلهم هيكونوا يبدأوا بكلمة تابل عشان كده بنقول دي اسمها تابل فونكشنز او دوال الجداول وفي الحقيقة ان احنا هنعمل عمل تنسفورميشن دي على مرحلتين المرحلة الاولى انه هنعمل تحويل لبيانات الجدول الرئيسي الجدول الاساسي اللي موجود فيه الديتا وده هنستخدم فيها اربع دوال الدالة الاولى اسمها تابل.فيلدون الدالة التانية اسمها تابل.سكيب هنستخدم حاجة اسمها تابل.promoteheaders وهنستخدم دالة ربعة اسمها تابل.unpivotothercolumn كمان بعدما نخلص تحويل بيانات الجدول الاساسي هنبدأ نشتغل على كيفية الحصول على البيانات الموجودة في العنوين اللي زي ما قلنا في المثال هيكون اسم الشهر واسم السنة وحنستخدم في القصة دي تلت دوال الدالة الاولى اسمها table.firstn الدالة التانية اسمها table.selectcolumns واخر دالة دالة transpose وحنشوف ازاي بالسبع دوال دول بحبة mcodes هنتعلمها النهاردة حدر تعمل التاسك الصعبة اللي شفناها في المثال بتاع النهاردة وكالعادة هنعمل save للتابل اللي فيه البيانات وهنروح نفتح excel workbook جديدة ونبدأ نشتغل على طول فهنروح على طول على data ribbon من data ribbon على الشمال get data وبعدين from file from workbook هيفتح لي البراوزر الصغير ده وعطول هاختار الفايل اللي انا هكوننكت عليه اللي موجود فيه lopex reports وعمل له import هيفتح لي navigation window وقادي الاربعة sheets بتوعي قادي اسم الفايل واربعة sheets تحتيه انا عايز اشتغل على الفايل بالكامل على workbook بالكامل فهاختار الheader بتاعه هاختار اسم الworkbook نفسه وبعد كده ادوس transform عشان يفتح لي power query editor على اليمين اسم الكويري تعالى نشيل كلمة xlsx دي وخليه بس نسميها opex report مفيش مشكلة وتعالى بقى نبص على شكل الديتا قادي الاسامي الاربعة work sheets وهنا الديتا موجودة التابلز الاربعة تابلز موجودين فتعالى نبدأ نتفرج على شكل الديتا دي فهاختار الحتة الفاضية اللي جان بكلمة تابل وحلاقي تحت على طول فيه preview لشكل الديتا تعالى نكبرها شوية ونتفرج قادي اول سطر موجود فيه month وهي بعد كده اسم الشهر والباقي فاضي بعد كده year وقادي 2021 والباقي فاضي بعد كده فيه سطر فاضي بالكامل وبعد كده عندي زي ما انت شايف على سطرين موجود الheaders بتاعة الديتا بقى الرئيسية او التابلز اللي انا محتاجي يجيبه عندي account number account name موجودين على سطر وبعد كده كلمة cost center والباقي null وبعد كده في السطر التاني عندي null ونل وعندي بعد كده بقية العنوين موجودة وبعد كده data بتاعتي في السطر تقريبا السادس او السابع احب ده اشتغل على خطوتين زي ما اتفقنا الخطوة الاولى ان انا اعمل transformation للdata دي نفسها والtransformation المطلوب في الحالة دي ان انا اخلي الheader بتاع الcolumns يكون موجود في سطر واحد واتخلص من السطور الزيادة اللي موجودة فوق حتى بما فيها السطور اللي فيها المنط واليير لاني انا هركز بس على الdata اللي موجودة هنا وعشان نعمل كده هنبدأ نشتغل بالاربع دول اللي تكلمنا عليهم واول دلة فيهم هتكون دلة table.filldown عشان نبدأ اول خطوة في الام كود اللي عايزين نعمله ونبدأ نعمل عملية ان احنا نعمل filldown تعالوا نبص بسرعة كده تانية الديتا الهدف من الخطوة الاولى ان انا عايز اخلي الهيدر بتاع التيبر الاساسي انا الوقتي هسيبي القصة للموجودة فوق دي خالص مش هكلم معنا خالص دلوقتي ولكن يهمني ان انا اخلي الهيدر اللي موجود هنا اللي هما account number و account name بعد كده finance marketing sales HR SM كل ده عايز اخليها على سطر واحد فهستخدم function اسمها filldown طب filldown بتعمل ايه filldown بتاخد مني table وطبعا الtable هيكون table زي ده ال input هيكون table زي ده وهيطلب مني العمود اللي عايز اعمل فيه filldown فهيديه طبعا في الحالة بتاعتي عايز column 1 و column 2 لان هما دول اللي عايز اخلي account name تنزل خطوة لتحت و account number تنزل خطوة لتحت هتشتغل ازاي filldown هتمشي من فوق تاخد مثلا month وتشوف هل تحتيها 0 ما تلاقيش تحتيها 0 فهتسيبها تروح على سطر اللي بعديها هتروح على يير فيه تحتيها 0 A تحتيها 0 فهتمل خطوة لتحت تجي تكمل تلاقي بعد كده فيه input اللي هو account number او فيه حاجة مكتوبة مش 0 ولا حاجة فهيوقف خلاص هنا مش هيكمل بعد كده هتروح على account number يشوف هل فيه تحتيه 0 حيلاقي فعلا فيه 0 فهيملى لتحت account number دي حييملى زيها واحدة تانية تحت مكان ال 0 وبعد كده هتلاقي أرقام الحسابات فهتوقف عند هنا وهيعمل نفس الكلام في column 2 وبالتالي نتيجة النهائية هلاقي ان كل الheaders موجودة على سطر واحد طب عشان نعمل الكلام ده هنعمله فين هنعمله جوة custom column وعشان اعمل custom column هروح على add column من على الشمال custom column هيفتح لي الويندو بتاعة custom column وتعالي نديده اسم وليكن مثلا data table وبعد كده هروح على المنطقة بتاعة formulas بكتب فيها الحتة اللي بكتب فيها الفورمولا او function بتاعتي وتعالي على طول نبدأ نكتب table.fill down طبعا زي ما اتفقنا قبل كده انه power query case sensitive فلازم اكتبها بالزبط في screen assistance هيساعدك لو ما عندكش ما مش شغال عندك في version بتاعتك مفيش مشكلة لكن لازم تاخد بالك ان تكتب الدلة مكتوبة بالزبط بالسبلنج بتاعها التي كابتل والاف كابتل والدي كابتل ومتعا نشوف طالب مني ايه طالب مني table التابل طبعا هيكون موجود في الكلوم اللي اسمه data انا عندي هنا واحد اتنين تلاتة اربعة table فلما ديلوا الكلوم بتاعة data معنا كده هيفهم انه كل مرة هيعدي على كل table من دول ويعمل فيه العملية اللي احنا عملها دوقتي حالا يبقى انا هنا عندي من الليستة بتاعة الكلومز ممكن اختار data وبعد كده اعمل قمع عشان احط الارجومنت التاني او البرامتر التاني وطالب مني بقى ايه الكلومز وبص كده على الاسيستنس عايز كولومز اس لست يبقى عايز اديله لستة الكلوم اللي عايز اعمل فيها عملية الفيل داون طبعا احنا قلنا هما كولوم وان وكولوم تو فعايز اديله الاسمين دول اسم كولوم وان وكولوم تو واس لست يعني ايه يعني احطها لي جوه لستة لو هو اكتر من واحد وعشان ادي لست جوه الباور كويري بستخدم الكيرلي براكت هفتح الكيرلي براكت وبعدين افتح جواها دابل كوت عشان ادي الاسم الاول اللي هو كولوم وان طبعا لازم دابل كوت لاني بكتب كلام بكتب تاكست فلازم يكون جوه دابل كوت وبعد كده الكوروم التاني هو كوروم تو دابل كوت مرة كمان ويبقى كده ابدأ اكتب كوروم تو واخد بالك برضو كيس سنستيف لازم السي كابتال ولا مش هيفهم انت عايز ايه بالزبط وبعد كده اقفل الكيرلي براكت واقفل القوس بتاع تابل دوت فيل داون ويما عنديش هنا سنتاكس ايررز يبقى ادوس اوكي وتعالى نشوف اللي حصل ايه طلع تابل جديد ادي اهو تابل جديد تعالى نروح نبص عليه بصة تعالى نشوف كده ايه اللي حصل ادي فعلا منط ما حصلش فيه حاجة يير اتكرارت تونتي تونتي وان اتكرارت اكاونت نومبر اتكرارت اكاونت نيم اتكرارت وكده بقى عندي فعلا كل الهيدرز على سطر واحد وده اللي انا كنت عايزه بالزبط يبقى بعد كده ممكن ننفذ الخطوة التانية ان احنا نتخلص من السطور اللي موجودة فوق هنا عندك واحد اتنين تلاتة اربع سطور اربع اروز محتاج اتخلص منهم علشان يبقى التابل بتاعي نضيف وابدأ اكمل الخطوات اللي بعد كده وعشان اعمل كده هستخدم الفنكشن اللي اسمها تابل دوت سكيب تابل دوت سكيب وظيفتها ان هي هتبدأ تسكيب او هتبدأ تتجاوز عن بعض الروز هتتجاهل بعض الروز لحد ما تبدأ من المكان اللي انا عايزة تبدأ فيه بالزبط في الحالة بتاعتنا ادي واحد اتنين تلاتة اربعة فهتجاهل اول اربع روز عايز انط من عليهم وابدأ على طول من الرو الخامس اللي فيه الهيدرز المزبوطة بتاعتي طبع عشان اكتب الفنكشن دي هرجع تاني على هدوس على الويل اللي جنبيها او العجلة اللي جنبيها دي وابدأ اعدل في الفنكشن بتاعتي هزود فنكشن تانية براها وتعالى اول حاجة نعملها ندوس انتر وممكن برضو نزبط اللي اوت بتاع الفنكشن دي نزبط الفورماتينج بتاعها فمثلا بعد المفتح اول براكت هدوس انتر لما هعمل كده هنزلني سطر لتحت وزي ما انت شايف سطر داخل لجوه شوية وبعد القوة بتاع الديتا هدوس انتر مرة كمان فهنزلني سطر كمان لتحت وبعد كده حاجة في الاخر هنا عند القوس الاخير ده وهدوس انتر كمان وبعد كده backspace طبعا الترتيب ده هيفيدك لما يكون الكود كبير النهاردة هنكتب اربعة فنكشنز جوه بعض فمحتاج اننا ارتب بالشكل ده الشكل زي ما انت شايف اسم الفنكشن بعديها القوس بتاعها وبعد كده اول argument بعد كده تاني argument والسطر الاخير هيكون فيه القوس وزي ما انت شايف القوس مربوط او معموله indent مع بداية الفنكشن تعالي يلا بقى نكتب الفنكشن التانية قلنا اسمها table بيكتب معاك اهو وبعد كده dot skip كده خلاص تمام الفنكشن اهي وافتح قوس اول parameter هيكون ايه طالب مني table والتابل ده في الحالة دي هيكون اللي خارج من table وتفيل داون يعني كده كإني بديله table والتابل ده خارج من الفنكشن اللي قبليها اللي اسمها table dot fill down وتعال برضو بسرعة نزبط بقى الاند طبعا انا كده بدأ فنكشن جديدة ماينفعش يبدأ وتحت بعض لازم الفنكشن الجديدة تكون داخل الجوة شوية الفنكشن تاني تخش الجوة شوية علشان بعد كده لما اجي اقرأ الكود اعرف اقرأه بشكل كويس كده زبطنا الفرماتنج بتاع الفنكشن ادي هوا table dot skip والانبوت بتاعها كله كل الاربع سطور دول اللي هما table dot fill down وبعد كده كما عشان احط البرامتر التاني والبرامتر التاني هيقول لي عايز عدد السطور اللي انا محتاجة اعمل لها skip واحنا اتفقنا ادي واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى البرامتر التاني هيكون منتهى البساطة الرقم اربعة وبعد كده ادوس enter واعمل backspace مرة واقفل القوس بتاع total dot skip يبقى ادي اتنين فنكشن جوا بعض total dot skip وجواها table dot fill down تعالى ندوس اوكي وتعالى نرجع تاني على table بتاعنا ده طبعا الكلوم ما احنا شغالين فيه اللي هو table dot data الكلوم الاصلي بتاع data ده لو قفت عنده ادي data زي ما جات لنا روح بقى وقف هنا وتعالى بص على المنظر دلوقتي اعتقد الدنيا بقت افضل بكتير table تقريبا خلاص بقى جاهز كل transformation حصل ولو روحت على table اللي بعده نفس الكلام table اللي بعده نفس الكلام يبقى انا اقدرت اعمل transformation ده في كل tables مرة واحدة وعشان كده باستخدم الام كود اللي مطلوب مني بعد كده ان انا اعمل promotion للهيدر ده انا عايز بدل column 1 column 2 column 3 اعايز يبقى موجود مكانهم account number account name finance وهكذا يبقى هستخدم function اسمها table dot promote headers وعشان استخدم الفنكشن اللي اسمها table dot promote header برضو هكتبها جوه نفس custom column يبقى هروح على خطوة step بتاعت add custom column وادوس على الويل اللي جنبها وابدأ اعمل edit هاخد برضو سطر جديد هقف هنا وادوس enter وابدأ اكتف فوق table dot promote headers وبعدها هفتح close و اول parameter هيكون ال table اللي خارج من table dot skip كل ده التابل الاولاني اخد بالك ومش طالب مني في الحالة دي الا بس table مش بتاعت حاجة تاني فأدي التابل يبقى بعد كده حقف القوس ممكن اخد دوقتي سطر ويقف القوس يبقى add table dot promote headers واخد مني اسم ال table اللي خارج من ال function اسمها table dot skip وقفلت القوس ولا ودوست اوكي تعال نشوف ايه اللي حصل في ال table هتوقف هنا هتلاقي حضرتك الدنيا هيلة جدا add account number account name والتيبل بتاع حرك جاهز فاضل بس خطوة واحدة بس ان انا محتاج اخلي ال cost center ده كمان يكون عمود ويكون عندي two columns واحد بس وواحد بس يكون موجود فيه ال values كلها وطبعا دي حاجة عملناها قبل كده فممكن تستخدم ال function اللي اسمها table dot un pivot other columns نفس الكلام بالزبط عشان استخدم table dot un pivot columns لازم هروح برضو على ال add custom بتاعي نفس ال column اللي اسمه data tables فهروح على الخطوة add custom وبعد كده هدوس على ال wheel هيفتح لي نفس ال wheel اللي كنا شغالين فيها وتعال بقى نستخدم ال function الجديدة enter وابدأ من سطر جديد ابدأ سطر في الاول وابدأ اكتب ال function قلنا اسمها برضو table النهاردة كل ال functions تبدأ بtable مجموعة ال table كلها او جزء من مجموعة ال table بنشتغل عليه مع بعض النهاردة وزي ما قلنا اسمها un pivot other columns وطبعا محتاجة قوس بعديها وتعال نشوف محتاجة مني ايه محتاجة مني برضو table طبعا طبيعي اسمها table فأكيد محتاجة مني table والtable خارج من table dot promote headers مفيش مشكلة وبعد كده عايز مني ال pivot columns as list وعايز مني بعد كده كمان حاجة اسمها attribute column وحاجة اسمها value column طب تعال نفكر مع بعض ايه الحاجات دي كلها اول حاجة محتاج مني ال pivot انا بقول له عايزك تعمل unpivot فحيعمل unpivot لمين واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة يبقى مين اللي هيفضل pivot ال account number وال account name يبقى عايزه يسيب ال account number وال account name ال account name الاثنين دول ما تجيش جنبهم سيبهم زي ما هم pivot وتعمل لي unpivot للباقي يبقى ادي اول طلب فتعال نعمل ايه قاما هنا وبعد كده ندوس enter عايز مني listة يكون فيها pivot columns فطالما طالب مني listة بالcolumn يبقى هفتح clear bracket واكتب الاسم الاولاني جوه double code اسمه account لازم تكتبه بالزبط number وبعد كده اخد وافتح بالكود ثاني وابدأ اكتب account وبعد كده name في بينهم space لازم احط space وإلى هيديني error وبعد كده اقفل carry bracket وامل كاما عشان ننقل على اللي بعد كده اللي بعد كده هطالب مني ايه attribute column يعني ايه attribute column انا محتاج دلوقتي كل الحاجات اللي موجودة هنا دي اللي هم finance و marketing و sales و HR و SCM كل ده اسم احسن الاسم الافضل ممكن نسميه cost center زي ما كان جالي في data الاصلية يبقى double quote وهكتب له كلمة cost center يبقى العمود الجديد اللي هيكون جواه معلومة cost center عايزك تسميه cost center وتحط لي جواه معلومة finance و marketing و sales و HR و هكذا خلصتنا دي يبقى نعمل كمان كاما تعال ناخد على سطر جديد عشان ايه ستبقى في كلمة واحد فمحتاج ادده اسم و الاسم ده وليكن مثلا ايه حاجة زي amount يبقى انا كل اللي عملته ادده ايه الكلمة اللي هيسيبها اللي هم account number و account name هم موجودين في listة والlistة طبعا محتاج carry bracket وبعد كده طلب مني الاسم اللي هيديه للاتريبت او الكلمة الجديد اللي هيكون فيه المعلومة بتاعة cost center فقلت له اسمه cost center وبعد كده عايز اسم بتاع المعلومة اللي موجود فيها values فقلت له والله يسميه amount ما عنديش مشكلة وده اخر خطوة هدوس enter وقفل cost طبعا انا هزبط تاني الformatting عشان يوش بنفس الطريقة ومحتاج ده يخش الجوة شوية وبالتالي اعدر الباقي كله فانا amount انا كده زبطت بالكامل المنطقة بتاعة data بص كده الاصلية انا كده زبطت الحتة دي كلها بقت مزبوطة وتعمل لها unpivot وكل حاجة تمام دلوقتي الخطوة الجاية محتاج اشوف هعمل ايه في القصة دي عندي هنا معلومتين الشهر والسنة وعندي هنا 2 هدر اللي هم month وير تعال نفكر مع بعض ازاي ممكن نحل المشكلة دي عشان نفكر مع بعض في القصة دي زي ما اتفقنا يبقى انا محتاج اعمل كمان column جديد custom column جديد وابدأ اكتب فيه code جديد واظبط فيه المنطقة دي ومعا نشوف ازاي هندخل الحاجات دي كلها مع بعض في الاخر طيب تعال افكر معايا معلومة المنطقة دي عشان دخلها جوا الـ table دي محتاج اخلي مانطقة ده يبقى كأنه column كأنه header بتاع column وبعد كده كلمة january تبقى مكتوبة على طول في كل rose نفس الكلام في year عايز ازودها column في الاخر مثلا و 21 21 دي تبقى تحت column ده لغاية الاخر خالص يبقى اخد بالك في الـ هنا month والyear موجودين في row عايزهم هما row header عايزهم column header فمحتاج ان انا اعمل عملية transpose بس قبل ما اعمل الترانسبوز انا كمان محتاج اتخلص من الديتا الكتير اللي موجودة هنا يعني انا هنا لما جيت زباط الـ table ده تخلص من كل السطور اللي بعد كده وبعد كده اكمل الخطوات اعمل عامية transpose و بقية الخطوات بشكل متتابع يبقى اول خطوة عايز اتخلص من كل السطور اللي موجودة بعد السطر التاني وعشان اعمل كده هستخدم function اسمها table dot n first وعشان اعمل كده يبقى برضو محتاج اضيف column custom column تعال نديره اسم المراضي مثلا وليكن الheaders عشان هتعامل فيه مع الheaders وتعال برضو نبدأ نكتب اول function والfunction اسمها table dot first end وهفتح قوس بعد اسم function وتعال نشوف محتاج مني ايه كالعادة محتاج table table بقى فين المراضي مقدرش اخد data table عشان انا خلاص شلت منه الجزء الاولاني يبقى هارجع برضو على column بتاع data السورس الاصلي اللي كان جايلي فيه column الاسم data موجودة عندي هنا هاختار ها double click يبقى لو سمحت خد table الاسم data بعد كده comma كل عايز مني عايز تخلي معاك كم سطر وتتخلص من الباقي في الحالة بتاعتي انا بس محتاج اول سطرين فهدوس على اتنين محتاج بس اتنين رو واقف القوس وبعد كده ادوس على اوك وتعال نشوف اللي حصل ادي column جديد اسمه headers تعال كان اختار ادي هنا جاب لي بس سطرين دول month و january year 2021 يبقى انا كده ماشي بشكل كويس جدا الخطوة اللي بعد كده انا مش اسمها table dot select columns عايز اشتغل تاني على column الاسم headers موجود عندي الشغل اللي عملته في added custom one هدوس على wheel و نكتب مع بعض عايز سطر جديد هبدأ اكتب الفونكشن الجديدة زي ما قلنا table dot select columns ظهرت لي هي ممكن اختارها طبعا بعد كده لازم افتح قوس وهبدأ اشوف محتاج مني ايه بالزبط محتاج مني table الموجود تحت table first n لو عملت كده ودوست enter هيزبط لي المترجم بتاعه اهو دخلي حتة زيادة و table dot first n فيها two parameters فممكن اخذ من اول الديتا دي ادوست enter واجي هنا ادوست enter مرة كمان وده enter وارجع backspace فكذا اضبط الformat يبقى دي table بتاعك اللي كان مطلوب منك جوا table dot select columns كان مطلوب مني table هو الناتج اللي خارج من table dot first n وابعد كده اخذ هنا كمان عشان اضبط البرامتر التاني وفي الحالة دي عايز مني اسامي columns columns as any اديني اسم الكلum اللي انت عايز تختاره انا بقوله لو سمحت من السبعة columns اللي قدامك column 1 لحد column 7 عايز اختار بس 2 column يبقى عايز مني list بالcolum وقلنا عشان ادي list على طول هفتح curly bracket وابدأ اضبط double code وابدأ اسم الكلum اللي انا محتاجه محتاج column 1 وابعد محتاج column 2 فهبدأ اكتب برضو column 2 وخلاص انا كده خلصت اقفل curly bracket وادوس enter وممكن اعمل واحدة backspace واقفل الالقوس بتاع table dot select columns وتعال ندوس ok ونشوف ايه اللي حصل هنعمل preview تاني تمام جدا تخلص من كل rows واساب لي column 1 وcolumn 2 العملية كده الرابط جدا ممكن بقى افكر ان انا اعمل على طول دلوقتي promote headers بس مش هيبقى كويس لان انا محتاج الاول اخلي month وyear دول بالعرض وتحتيهم jan و 2021 فعشان اخذ اعمل كده هستخدم حاجة شبه المستخدمة في الاسل على طول لما احب اقلب column رو ورول column اللي اسمها transpose وده اللي حنعمله في الخطوة الجاية على طول من نفس tab added custom 1 هدوس على الwheel وعند كان نفس الكود اللي كنا كتبينه عايز اخد سطر زيادة enter وابدأ اكتب table dot transpose بعد كده افتح قوس ونشوف هوا محتاج مني ايه بالزبط محتاج مني اول table وطبيعي هيكون table اللي خارج من table to select columns فموجود خلاص ودي مفيش مشكلة يبقى هنزل تحت في الاخر وعمل كاما واشوف الطلب التاني اللي طلب مني طالب مني ايه ال column اللي هعمل لها transpose في الحالة بتاعتنا هما بس اتنين column اللي هما column 1 وcolumn 2 يبقى هحطهم جوا list تعال ناخد وحدة ويقول list لازم افتح curly bracket add curly bracket double code وكتب column 1 وبعد كده double code وكتب column 2 وقفل curly bracket وندوس وحدة enter ونقفل التاني بتاع transpose وانا بعد كده هزبط الفرماتيج مفيش مشكلة لكن تعال نقول اوكي ونبص ايه اللي حصل ايه دي عندك month جنبها year كده 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 هما بقوا خلاص column headers وميز تحتها january 2021 يبقى الكلام بعد كده اقدر انزله التحت في بقية الجدول ويكون جنب headers التانية اللي موجودة هنا يبقى ممكن احطهم هنا في الجنب ده مثلا كده يكون موجودين فوق مكان column 1 و column 2 عملنا في المرة اللي فاتت باستخدام table dot promote headers هاختار نفس الwheel من added custom 2 واخد خطوة كمان لتحت enter وابدأ اكتب table dot promote headers وابدأ افتح قوس ومش محتاج مني غير بس table ده الحاجة الوحيدة المطلوبة والtable خارج من كل الفورماتين ده وبعد كده ادوس على ok تعال هبص بقى الشكل كده بعمل ازاي عندك هنا month year jan week twenty twenty one الدنيا كده خلاص زبطت خالص كده ما فضليش غير ان احط ال data كلها مع بعض انا محتاج data الموجودة في headers ومحتاج data الموجودة في data table هاختار الاثنين right زرار بتاع expand اول ما هادوس عليه add two columns month year ما تنساش تعمل uncheck the column as prefix اول ما هادوس عليه خلاص اهو بقى jan feb march واد جن بكل واحدة فيهم table بتاعه يبقى jan twenty one واد table bet table feb twenty one واد table بتاعه يبقى الخطوة التانية expand table التاني هادوس على الزوارين نفس الكلام uncheck use original column as prefix وادوس على ok والدنيا كده بالزبط اللي انت عايزه column فيه month column فيه year وبقية data كلها موجودة فاضلي بس اضبط data type هاختار اول column وادوس على shift واختار الاخير روح على transform detect data type كده كله تمام تمام زبط لك data types مفيش مشكلة ممكن ابدل بس month مكان year عشان يبقى شكل منطقي شوية year month account name cost center amount روح على home close and load close and load to existing work sheet واختار b2 ودوس على ok واد data بتاعتك جاية بشكل هايل جدا تعال نجرب كده لو حطينا table جديد ايه اللي هايحصل هروح هفتح opex report وتعال نزود شهر جديد هاقف على اخر sheet وزود شهر جديد هاقف بس منها copy ونسميها may 2021 وندوس enter وتعال فوق نغير الشهر نخلي may مش نغير حاجة في data بس at least هنشوف ان الشهر الجديد جاي save and close تعال نروح على table right click refresh تعال نروح هنا ادي شهر ما يبقى لحرك عملته تمام function استخدمتها شغالة بشكل هايل عملت full automation للبروسيس وقادي قدامك ال data بالشكل الجميل ممكن تحطها في pivot table توديها data model وتكمل الانالسس بتاعك بشكل سهل جدا وبسيط جدا بكده نكون وصل نهاية الفيديو لو عجبك لو سمحت اعمل لايك واشترك في القناة وسيب اولها وكمان في بعض السلسل الاخرى زي سلسلة power pivot وسلسلة power query basics لو انت محتاج تتعلم power query من الاول ممكن تبدأ مع power query basics كمان هتلاقي تحت لينك لو استخدمته حيوريك مزايا العضوية انك تكون عضو او منتسب الى القناة ويفي عندنا اكتر المستويات الانتساب لو عجبك المستويات الانتساب الموجودة عندنا ممكن تشترك واهلا وسهلا بيك وشكرا جدا لوقتك واشوفك الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته